حصل خلاب بن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومن والحبيبة أحبوا النساء إلى قلب سيدنا رسول الله أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه فاستدعت سيدنا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لحكم بن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام و بن سيد عائشة فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قالت له يا رسول الله قل يا عائشة قالت له قل ولا تكل إلا حقه فضار بها ولا طامها سيدنا أبا بكر صديق سيدنا أبا بكر قال له بس ما جئت بك لهذا يا أبا بكر وأنهى الخلاف استعمل العقل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عشان بس الناس قاعدين في البيوت كلنا اللي متدايق وليقول لك هصل خلاص وليقول لك هصل نهاية العالم الجمعة الجاية ولي تخنم مع أولاده ولي تخنم مع زوجته ولي تخنم مع جاره ولي تخنم مع الناس ولي عنده ما عندهش أمل ولا تفاؤل ولا روح خلي بالك ابحث عن الأمل ابحث عن التفاؤل طالما فيك نفس يبقى فيه تفاؤل يبقى فيه أمل ولا تيأسوا من روح الله ما تغضبش أبدا ما كونش غضوب إن الله سبحانه وتعالى يكره هذا الإنسان الغضوب ما كونش أنت أيها العبد غضوب وإنما خذ الأمر بحكمة شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقول الكصة وهو يجلس والصحابة مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فجاءت واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن بطعامل سيدنا رسول الله الرواية قالت أم سلمة وعضوها قالت سيدة زينة بنت جحش وعضوها قالت سيدة صفية رضي الله تعالى عنهن ماشي الرواية مختلفة بقصعة لسيدنا رسول الله تعالى عليه الصلاة والسلام فدخلت من الحبيبة أمونا عائشة التي كانت تغار على سيدنا رسول الله صلى الله على حضراته وقال شوف استعمال العقل شوف استعمال العقل ازاي فضربت القصعة فوقعت فانكسرت موقف بقى لو واحد مننا فوسط الرجال اللي قاعد معاه كان ضرب بقى وقاهنا وانت طالق وروحوا مش عارف ايه وكلام مين ده سيدنا نميشوف عليه الصلاة والسلام صلى الله على حضراته اللي ربنا سبحانه وتعالى قال له عسى ربه انطلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارة ايه الموقف حصل من سيدنا النبي ايه فاصل ونواصل فانتظرونا الحمد لله عدنا من ذلك الفاصل رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم آمين يا رب العالمين فكان موقف سيدنا نبي صلى الله على حضراته وآله والصحابة لما قصت أمنا العائشة القصعة وانفلقت سيدنا نبي عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة الطاهرة الزكية النقية الذي كان يعطي عطاء لا يخشى الفقر صلى الله على حضراته وآله تعود بسط الكف حتى ولونه تنهى لجنبه لم تجبه أنامله صلى الله عليه وسلم لما سيدنا نبي عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام لقد غارت أمكم وحاب سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم الخادم اللعد إلى أن جاءت أمنا عائشة بقصعة غيرها فأعطاها لهذا الخادم وأعطاها لأم المؤمنين شوف سيدنا نبي تعامل ازاي سيدنا نبي عليه الصلاة والسلام يجلسوا مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كما أخرج البخاري وذلك يأتي رجل يفعل فعله والله لو مع واحد مننا لقتله لكن شوف سيدنا نبي وحلم سيدنا نبي وعدم غضب سيدنا نبي وعقل سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم شوف ده ربنا ما زاغ البصر وما طغى شوف ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن سيدنا نبي ازاي فأمسك بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه عباءة برض فعلمت واثرت في رقبة سيدنا رسول الله مسكوا كده فعلمت في رقبة سيدنا نبي على الصلاة والسلام يا محمد مش يا رسول الله بقى يا محمد عليه الصلاة والسلام أعطني فإنك لا تعطني مما لك ولا مما لأبيك ألا لا لا يأخذ أنت لو جاي حتى تاخد حاجة أو يعني تاخد يعني مش هول حسنة تاخد أي شيء كن مؤدب في الطلب بتاعك أنا لو راح ليه ورق بمضيه عند المدير بتاعي أو عند كذا لو سمحتي سيدتك فضلتك مش عارف إيه كلام من ده معالي العميد سيدتك كذا إلى غير ذلك وأستاذنا الدكتور إلى غير ذلك من هذه الأمور فلوحب يتكلم بأدب ودحقه مكانته وحب يدهاله مش تفضلا أنزلوا الناس هم نازله وهذا ليس رياء المهم فسيدنا نبي الله ما صلى عليه نظر سيدنا عمر هيدرب الراجل عاوز أقتله يتهكم كيف على سيدنا رسول الله أعطني فإنك لا تعطني من ملك ولا إما لأبيك فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم استعمل العقل له ترك الغضب واستعمل العقل أعطاه أرضيت لا أعطني فإنك لا تعطني من ملك ولا إما لأبيك فأعطاه فأعطاه حتى رضي الرجل حتى قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شوف بعقل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام